أبلغت الولايات المتحدة قطر أنه يتعين عليها طرد حماس إذا استمرت الأخيرة برفض اتفاق الهدن مع إسرائيل حسب ما قال مسؤول أمريكي لصحيفة الواشنطن بوست وقال أحد الدبلوماسيين إن المسؤولين القطريين نصحوا مسؤولي حماس بضرورة وضع خطة احتياطية للإقامة إذا احتاجوا إلى مغادرة الدوحة ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول مطلع على المحادثات أن ممارسة الضغط على حماس في الدوحة غير فعالة معتبرا أن المشكلة هي الأشخاص الذين يتخذون القرارات موجودون في غزة ولا يهتمون بمكان وجود المكتب السياسي حسب تعبيره ووصف سفير الولايات المتحدة السابق في قطر باتريك ثيروس طرد حماس من قطر بالكبوس بالنسبة للبيت الأبيض معتبرا أنه سيمنع فعليا أي محادثات مستقبلية حسب تعبيره واعتبر مسؤولون أمريكيون للصحيفة أنه إذا غادرت حماس الدوحة إلى دولة ذات علاقات أسوأ مع واشنطن مثل تركيا أو لبنان فإن ذلك قد يجعل حل أزمة غزة أكثر صعوبة حسب ما نقلت الواشنطن بوست الخيارات المتاحة لحركة حماس بعد هذه التصريحات التي قرأناها من بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح ومن اسطنبول معنا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عوداء أغلو أهلا وسهلا بكما سأبدأ معك دكتور مكرم دكتور مكرم هل سيكون لبنان وتحديدا مخيم عين الحلوة هو البديل لقيادات حماس بعد خروجها من قطر؟ لا شك بأن هذه السردية أو هذه الرواية بأن يمكن إرسال هؤلاء الأشخاص لسيا من القيادات إلى لبنان هو شيء مطروح ولكن رأينا كيف أن لبنان هو هدف سهل للإسرائيلي وخير دليل على ذلك هو عملية الاقتلال تعرض لها صالح العروري لا شك بأن ما يتتعرض له قطر الآن ستتعرض له الدولة اللبنانية ولكن كما تعرفين بأن ليس هناك من دولة في لبنان وأن حزب الله يسيطر بشكل تام ولكن في آخر المطاف لا أعتقد بأن إيران تريد أن تتحمل مسؤولية هؤلاء القادة أولا هي لا تريد أن تكون في الواجهة كما أصبح من الواضح من أول 7 أكتوبر ويضاف إلى ذلك بأن لا تستطيع أن تؤمن الحماية لهم مما يجعل موقعها أو تكون هي عرضة للانتقاد كما حتثت مع طالح العروري يضاف إلى ذلك بأن الأمريكي أو الإسرائيلي لن يتردد بوضع العقوبات على أي كيان يعطي حزب الله وحماس بتنظيمهم العسكري هذا الغطاء والعقوبات على لبنان مستمرة إن كانت ضد أفراد أو ضد مؤسسات وهذا يؤدي إلى عزل لبنان بشكل إضافي أما الكلام بأن تركيا أو حتى هذا الكلام بأن قيادات حماس قد تذهب إلى أفريق الجنوبية كل ذلك نوع من وهم ليس هناك من دولة وعلى رأسها تركيا التي تتهم بتأمين الغطاء السياسي لحماس مستعدة أن تدفع فتورة السنوار والضيف وكل ذلك من المغامرات العسكرية التي لا تموت للسياسة بصلة نعم سنذهب إلى الجانب التركي لنعرف وجهة نظر تركيا مع مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو أهلا بك معنا سيد طه لماذا تركيا رفضت استقبال قيادي حماس لديها على أراضيها تحياتي للجميع في البداية يعني من دون شك تركيا حاليا وخاصة التصرحات التركية الأخيرة والتي صدرت من قبل الرئيس التركي رجل طيب أردوغان مؤخرا أشاد بحركة حماس وصفها بحركة تعرير لكنها هو استبعدة ونفى أن تكون تركيا هي المقر الجديد وأيضا هناك تصرحات سوف نتبح اليوم على العربية وزير الخارجية التركية حكام في دان كان له حديث وتحدث استبعدة أيضا أن تكون تركيا هي المقر لذا أن تصور تركيا من الصعب جدا أن تستقبل قادي حماس لعدة أسباب السبب الأساسي نعم السبب الأساسي هناك لحظنا هناك تبادل ومناكفات كبيرة ما بين الإسرائيليين وبين الأتراك خلال الفترة الأخيرة الماضية حتى أن إسرائيل ضغطت المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا بعد موضوع هناك وقف التجارة فما بالك إذا تم استضافة قادي حماس داخل الأراضي التركية لا تنسي بأن هناك قبل أشهر كان هناك تهديدات من المساد التركي باستهداف قادي حماس في الخارج وذكر منها تركيا في تلك الفترة المساد الإسرائيلي المساد الإسرائيلي وليس المساد إسرائيلي أيضا تركيا حاليا إلى حتى هذه اللحظة نعم نتحدث تركيا حاليا قطعت العلاقات التجارية بشكل مؤقت ولكنها لا تستطيع موجة نظري أن تقطع العلاقات السياسية قاصة إذا تحدثنا بأن هناك عوامل مهمة بالنسبة لتركيا على سبيل المثال العامل الإسرائيلي مرتبط بالشكل كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتأثر علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل التقارب الأقير تركيا حاليا هناك مشروع مختلف وتقوم عليه منذ سنوات وهو مشروع غاز شرق المتوسط إسرائيل هي داخلة في هذا المشروع لذا إذا لاحظت في السنوات الماضية كانت العلاقات السياسية متوترة ما بين تركيا وإسرائيل لكن علاقات التجارية كانت مستمرة لكن هذه المرة العكس مختلفة العلاقات التجارية توقفت وأعتقد السبب الأساسي هناك مقاطعة من قبل بعض الشركات الإسرائيلية لتركيا ولكن العلاقات السياسية تركيا تحافظ على شعر معاوية في هذه العلاقات لعدة الأسباب كما أشرت الأمريكي من جهة وغاز المتوسط من جهة وهناك أيضا عامل آخر العامل الداخلي العامل الداخلي إلى حتى هذه اللحظة وأقصد هنا المعارضة نعم هي تريد أن تكون هناك دعم للفلسطين والقضية الفلسطينية ولكن أن يتم استضافة قائد حماس هنا داخل تركيا من الممكن أن تكون لها تأثير بشكل كبير على حزب العدالة والتنمية الذي هو لا يرغب في إصارة المشاكل في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها تركيا حاليا طيب الجانب اللبناني الدكتور مكرم أين هو موقف المعارضة في لبنان لمنع اتخاذ حزب الله كخطوة مثل ما تتحدث عنها التقارير عدد محدود من حركة أو قيادي حماس سيذهبون إلى المخيمات الفلسطينية وتحديدا مخيم عين الحلوة هنا يجب علينا الإشارة بأن المعارك التي حصلت داخل مخيمات اللاجئين السنة المنصرمة هو خير دليل بأن حزب الله وإيران كانت تمهد إلى نوع من هذه الحركة هنا لا أقول بأنهم كانوا يخططون أو يعرفون بما يحدث ب7 أكتوبر ولكن من الواضح بأنهم يمهدون الأرضية لسيطرة حماس على هذه المخيمات علما بأن منظمة التحرير لا تزال موجودة في العديد من تلك المخيمات لذلك هي ما مخيم عين الحلوة المشكلة الأساسية تيدتي بأن المعارضة اللبنانية أو الذي تدعي المعارضة هي مشاركة في هذه الجريمة المستمرة بمحاولة أعطاء نوع من غفاء سياسي لحزب الله والقول بأن حزب الله هو حزب لبناني وهناك إمكانية للعقلنا معه كل ذلك غير موجود يضاف إلى ذلك فكرة جدا أساسية بأن حماس وحزب الله لا يستشيرون الدولة اللبنانية والمشكلة بأن الدولة اللبنانية المتمثلة الآن بحكومة تصريف الأعمال ونجيب ميقاتي كما يقال شاهد ما شفش حاجة يظهرون على الأعلام لكن حزب الله موجود في كل مفاصل الدولة دكتور مكرم يعني لا يمكن تجاهله من القرار السياسي لأنه هو مسيطر على كافة مفاصل الدولة أضيف إلى ما قلتيه بأنه هو مسيطر وهو محتل يحتل الدولة اللبنانية ولكن كذلك هذا التقرير من والسبيت جورنل في السابق أو الآن واشتون بوست يحيدون دول إيران ويقولون بأن حماس تحتمي بالإسلام السني إلى حد معين إن كانت تركيا أو حتى قطر المشكلة تبقى بأن قطر أو تركيا تحاول أن تؤثر بشكل إيجابي أما نرى أنه التأثير الإيراني على حماس أو على أي من الصفاء المقاتلة يستدعي بأنها تريد نصرة الشعب الفلسطيني هي سيئة وذلك عبر تهديم وضرب الكينات الموجودة إن كان لبنان أو سوريا أو العراق أو حتى اليمن لو كان لبنان مخول بطريقة إيجابية لنصرة الشعب الفلسطيني عبر استضافة الشق السياسي لحماس لكان هذا شيء مطروح أما الآن نحن نعرف أن المشكلة هو الجناح العسكري والسنوار الذي لا يستشير ولا يخضع لأوامر الجناح السياسي المتمثل بهنية في قطر طيب من وجهة نظرك دكتور مكرم لماذا لا تحتضنهم إيران طالما هي الدعم الأكبر له طالما هي أساساً العلاقة الأمريكية الإيرانية هي معقدة يعني عقوبات واستهدافات ومناورات من هنا وهناك ما بين إسرائيل وإيران لماذا لا تستضيفهم إيران؟ سيدتي الشيء الذي لا يريد أن تعترف به إيران بأنها تقامر بدماء العرب وهي لا تريد أن تؤذي أي من الإيرانيين المتوجدين في إيران فهي هنا لا تريد أن تأتي بالمشاكل الإضافية على إيران لسيما بأن هناك فنوات اتصال بينها وبين إدارة بايدن ونحن نعرف بحسب التقرير وحسب أرض الواقع بأن هناك نوع من اتفاق من كل الطرفين إن كان الجمهوري أو الديمقراطي وهناك إشارات واضحة من المساد الإسرائيلي بأنه سيكون هناك عواقب أمنية وعمليات اغتيال حتى لو كانت داخل الدوحة أو أي دولة أوروبية أو حتى عربية وخير دريل على ذلك الإغتيال التعرض له الصراف محمد سنور في لبنان المرحلة القادمة مختلفة بشكل تام عن ما شاهدناه قبل 7 أكتوبر والمشكلة الأساسية بأن حماس وإيران لا تعي ذلك أو لا تريد الاعتراف بهذا الواقع نعم طيب إسطنبول سيد طه تسمعني سامعنا كويس نعم 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 الآن عندما حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان الذي دائما ما يتغنى بالقضية الفلسطينية ونصرة الإسلام والمسلمين وأخذ على عاتقه ذلك طوال المرحلة الماضية امتناعه عن استقبال قادة حماس كيف يؤثر على صورته نعم فيما يتعلق حاليا هناك نتحدث عن توازنات دقيقة في المنطقة وخاصة تركيا تقريبا منذ السنوات تستضيف هنا لا أقول قادة ولكن عناصر لحركة حماس ولكن لا يجب أن ننسى بأن وجود حماس كما كان في قطر أو في أي دولة أخرى هي وفق هناك تفاهمات أمريكية وهذا واضح للغاية ومعروف مرتبطة باستمرار المفاوضات من عدم صحيح حتى عندما تم فتح هناك قناة الوساطة بالنسبة لتركيا كانت هناك بعرض أمريكي وخاصة بعد اتصالات للتجارات بين وزير خارجية تركيا ووزير خارجية الأمريكي وعند امتناع قطر وأعلانها عن تقييم دورها في الوساطة لحظنا أن دخول تركيا في الوساطة من جديد ولكن أنا أشارت لك تركيا تتحدث وتتناول هذا الموضوع وفق مصالحها يعني تركيا في بداية الحرب في غزة لاحظنا أنها كان موقفها مصالح الاقتصادية سيضطها بس عشان نوضحها مصالح الاقتصادية بعيدة عن مصالحها الايدولوجية والتوسعية التي يطمح إليها حزب العدالة والتنمية الآن هي تترك إيران التي تمثل الشيعة في المنطقة بأنها تخرب المنطقة باسم القضية الفلسطينية وهي لا تحرك ساكن لم تحرك ساكن تركيا الآن أنا أريد أن أفهم هذه النقطة وأيضا المشاهدين لم تركيا تحرك ساكن الآن طالما أنها طوال السنوات الماضية تجند جماعة الأخوان المسلمين تستضيف جماعة الأخوان المسلمين حامية للسنة والإسلام لماذا لا تتحرك الآن لنصرة القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن السياسة التركية حاليا اختلفت نوعا عن ما شاهدناه خلال السنوات الماضية هناك السياسة تندرج تحت بند وهو المصالح كما أشرت الاقتصادية خاصة بعد أن تضررت تركيا خلال السنوات الماضية كثيرا فيما يتعلق بها الاندفاع التي قامت بها هناك تترقت لنقطة في غاية الأهمية تركيا أيضا تريد أن تسحب حماس من هناك من إيران وهناك حقيقة تنافس واضح وكبير ما بين الأتراك والإيرانيين انتبعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية المصرحية التي جرت ما بين إسرائيل وإيران وكيف بدأت وكيف انتهت ولكن تركيا أيضا حتى نتحدث بكل أريحية تركيا تريد هذه الفرصة سنحت لها تريد أن تحجز لها مقعد في أي تسوية قادمة في قطاع غزة من خلال هذه الوساطة وفيما يتعلق بحاليا حماس تتحدثت تقريبا أسبوعين هنا موجودين قادة حماس هناك معلومات تتحدث أن هنية غادر إلى قطر بالأمس ولكن هناك طلب من حركة حماس أن تكون هي تركيا ضامن وتتذكرين هذا كان عرض تركي في بداية الحرب من قبل حكان في دان لذا أعتقد أن تركيا من خلال هناك المواقف التي لعبتها خلال الفترة الماضية تريد أن تلعب دور الوسيط ومن دون شك العلوية المتحدة الأمريكية سوف تكون هناك بضوء أخضر أمريكي وعشرت لك قبل قليل بأن تركيا على الرغم من هذه التصريحات النارية لكنها في المقابل هي لا تريد أن تدمر أو تنسف علاقتها بشكل أكبر مع العلوية المتحدة الأمريكية التي هي محتاجة لها في ملفات أخرى الدخولة والعضوية في الاتحاد الأوروبي ربما تتحدث أنا صحيح طيب أين موقف المعارضة التركية وين نعم المعارضة التركية حاليا وتابعنا قبل فترة كان هناك تصرحات من إمام أغلو رئيس بديل اسطنبول وحتى زعيم المعارضة المعارضة التركية هي ترى بأن يجب أن تكون هناك تسوية أو نظرة في القضية الفلسطينية على كافة الاتجاهات ليس أن يكون هناك البقاء مع طرف آخر هناك تنتقد الحكومة بأنها تتحرك بأديولوجية أقصد هنا مع حركة حماس لكن هي تريد أن تكون العلاقة مع الفلسطينيين بشكل عام لكن حاليا تركيا حتى نوضح للمشاهد هنا تركيا والسياسة التركية حاليا تسير حتى العلاقة مع حماس تؤكد الحكومة التركية بأنها سوف تعود عليها بفوائد سياسية خلال المرحلة المقبلة إذا لعبت دور الوساطة كما حصلت تتذكرين في الوساطة ما بين الأوكران والروس شكرا من إسطنبول مستشار الحدث لشؤون التركية طه عودة أغلو وأيضا من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم